تفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة نتناول في هذا البرنامج هذا البرنامج شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح بالشرح والتوضيح والتبيين فنبدأ بشرح أهم المعاني والكلمات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرح هذه الأحاديث ونبين ما فيها من الأحكام ونختمها أيضا بالفوائد التي جاءت فيها هذه الأحاديث النموية أخوات الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أبي قتادة رضي الله عنه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى عمر غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصوم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوميني قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشورة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أخواني الكرام أخوات الكريمات هناك يوم عظيم في أيام العشر الأول من ذا الحجة وهذه الأيام كلها أيام مباركة أخسم الله سبحانه وتعالى فيها في كتاب كريم قال تعالى والعشر وليال عشر قال الإمام ابن كثير في تفسيره أن نهار هذه الأيام أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان وليالي هذه الأيام في العشر الأواخر من رمضان أفضل من نهار الأيام العشر الأول من ذا الحجة إذن هذه أيام مباركة أخسم الله سبحانه وتعالى بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العشر أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر هنا قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل قد خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء في جواية فأكثروا فيهن عن إمام أحمد بسنة الصحيف فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميل والتهليل إذن لابد من الإكثار إخواني الكرام أخوة الكريمات من الأعمال الصالحة من بر الوالدين من الصدقات من النوافل من الصيام كثرة الذكر كثرة التسبيح كثرة التحميد كثرة الأعمال الصالحة من هذه الأعمال الصالحة صيام اليوم التاسع من ذا الحجة هذا اليوم العظيم الذي يقف فيه الحجاج على أرض عرفة والدعاء فيه مستجاب وعوض الله عز وجل عباده الذي لم يحجوا بيت الله الحرام بهذه الأيام العشر من ذا الحجة فيكثر فيها من الأعمال الصالحة يصوم فيها يوم عرفة كما يأتي بعتقليل فضل هذا اليوم لمن صامه وكذلك فيه يوم العيد حيث يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بصلاة العيد وكذلك يتقرب المسلم في هذه الأيام بذبح الأضحية أعمال جليلة كلها فيها خير لك أيها المسلم إذا ما استطعت أن تحج بيت الله الحرام إذا كان من يحج أجره عظيم عند الله عز وجل والحج المبرور ريسله جزان إلى الجنة أيضا فإن المسلم الذي لا يستطيع الحج أو ما استطاع الحج فإنه يستطيع أن يحرص على هذه الأعمال التي ذكرناها من هذه الأعمال ما ورد عن أبي قتاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وفي رواية احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده قال المناوي صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله قال يعني إني أرجو منه من الله عز وجل قال ابن الأثير الاحتساب على الله البدار إلى طلب الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر وأما الطيبي رحمه الله فقال وكان القياس أرجو من الله فوضع محله أحتسب وعداه بعلى التي للوجوب على سبيل الوعد يعني مبالغة في تحقق حصوله أن يكفر السنة التي قبله يعني يكفر الصغائر التي اكتسبها الإنسان والسنة التي بعده أنه تعالى يحفظه أن يذنب فيها أو يعني يعطي من الثواب ما يكون كفارة لذنوبها أو يكفرها حقيقة يعني ولو وقع فيها واختلف العلماء هل يعني يكفر الصغائر والكبائر أم الصغائر فعلى المرأة المسلم أن يحرص على صيام يوم عرفة وسواء كان صغائر أو الصغائر مع الكبائر وقال صاحب العدة قالوا وصيام يا معاشرة أني أحتسب على الله أن يكفر الصلاة التي قبل قيل لم يتعرض لتوجيه قوله أحتسب ولم يجزم بتكفيرها كما جزم في خبر الصلوات الخمس مكفرات وقد يقال يعني وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفر ذنوب يعني صائم عرفة مدة طويلة يعني قبل وبعده وأما عشراء فقط قبله وقيل معناه أرجو على عدة أني أكفر هذا المقدار والمراد فيه وفيما قبله تكفير الصغائر لا الكبائر كما قال بعض أهل العلم وأيضا هناك مسألة هل الحاج يصوم يوم عرفة قال النووي رحمه الله قال أما حكم المسألة فقد قال الشافعي عليه رحمة الله والأصحاب يستحبوا صوم يوم عرفة لغير من هو عرفة لغير من هو بعرفة أما الحاج الحاضر في عرفة فيستحب له الفطر يستحب له الفطر قال ابن قدامة رحمه الله في المقني وهذه فائدة جميلة يقول عن يوم عرفة وهو يوم شريف وعيد كريم وفضله كريم أو كبير وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين وقال ابن مفلح ويستحب صومه يوم عشرة ذي الحجة وآكده التاسع وهو يوم عرفة لكن طبعا اليوم العاشر يعني الأيام العاشر الأيام يعني من واحد إلى تسعة أما العاشر هو يوم العيد فهذا يوم فيه نهي عن الصيام ومعروف أنه لا يجوز صيام عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا أيام التشريق يعني عندنا يوم العيد الأضحى والحادي عشر والثاني عشر والثالي عشر هذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم بس الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لصيام يوم عرفة الذي فيه كفارة للذنوب نحث أنفسنا أخواني الكرام أخوات الكريمات نحث زوجاتنا وأزواجنا وإخواننا وأمهاتنا وأبائنا وأبنائنا على صيام هذا اليوم العظيم حتى نحوز ونفوز الأجر العظيم من الله عز وجل وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفرد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا